أزدل الستار مساء أمس استفت على بطولة الأهل الدبلوماسية الثانية لكرة القدم التي استضافها الندي على ملعبه بفرع الشيخ زايد وتوجى فريق مصر الدبلوماسي بلقب البطولة بعد فوزه على ماليزيا 3-1 في المباراة النهائية مفيش شك الندي زي ما قلنا يعني نادي الأهلي عليه مسؤولية موطنية نادي الأهلي النهاردة دي تاني سنة قال لكني ممكن أول سنة بتبقى اسمها بطولة الأهل الدبلوماسية السنة الفات كان فيه 12 أو 14 نادي سنة دي 24 نادي ده بيقولك قد يه قيمة النادي الأهلي نادي ما بتحتضن 24 هيئة خارجية في أرض مصر على أهلي الشيخ زايد ويطلع بهذا المستوى الرائع من التنظيم الناس كلها بتتحدث يمكن رسفيل الألماني يمكن لسه بيقولي أنه بيبعثوا تقارير برا قد إيه التنظيم محترم وقد إيه نحن دايما بنقول للرياضة هي اللغة اللي بتؤلف القلوب وبتؤلف الشعوب مع بعض أما يبقى فيه 24 هيئة خارجية منهم أمريكا منهم روسيا منهم إنجلترا منهم ألمانيا يبقوا موجودين هنا ويطلع بهذا المستوى الرائع ده اندلع أشياء دول إن بلدنا مشى في الطريق الصح بلدنا بلد الأمن والأمان وإن شاء الله بإذن الله يكون النادي الأهلي له دور ولو بسيط قوي إنه هو السياحة ترجع مصر الناس تعرف قد إيه إن مصر بتحب كل الناس اللي بتجي لها وقد إيه مصر كريمة والناس بتوحى كرام وأهلها كريمة فالحمد لله رب العمين متهالي يمكن الغرض من هذا الحدث متهالي تحقق بنسبة 100% انت شايف الناس قد إيه مبسوطة قد إيه المكان حلو قد إيه حتى الجو حلو ربنا كرمنا في كل حاجة يعني كل الجو وكل الأجواء مناسبة إنه هو يطلع حاجة محترمة الناس كلها مبسوطة بتشوف المشجعين كله بيجي بأهله الحقيقة يعني أنا ببقى فخور إن أنا بنتمي للنادي الأهلي لهم منظم حدث شوف إيه إحنا حرسنا إن إحنا نجيب النجوم الكبار خاصة اللي اللعبوا في ألمانيا يعني هاني رامزي ياسر رضوان محمد عمارة متواجد طبعا محمد فاروق في أحمد حسن في شمحانة في ياسر ريان يعني الحقيقة كوني النازي تيجي إنها تبقى عايزة تشارك برضو دي حاجة حلوة وبتثري من البطولة يمكن السفير مبسوط جدا قد تكده إن إحنا مهتمين وقد كده إن اللعيبة الأديمة تيجي عشان تبقى مهتمة إنها تشارك في هذا الحدث وفي نجاح هذا الحدث في ختامه فمن فيش شكل دي حاجة محترمة ويشكروا عليها الحقيقة هو بيقول هي مش أول مرة إن هما يشتركوا مع الأهلي في تنظيم الدورة دي دي تاني مرة وهم ما كانش عندهم شك إنها هتبقى professional بالظبط زي السنة اللي فاتة بيقول غير إن إحنا جيران الأهلي في الزمالك السفارة ونادي الأهلي جيران جنب بعض إلا إن كمان إحنا عندنا زميل في السفارة اللي هو أستاذ هشام مرزوق هو كانت دي فكرته أصلا من السنة اللي فاتت وهو زميل في السفارة وبالتالي لما لقوا السنة اللي فاتت كان ناجح إلى هذا الحد وهو بيقول كمان إن أهم حاجة إن مش اللعب بس كان كويس والتنظيم كان كويس كان فيه هما كانوا بيلعبوا فار جدا وده أهم حاجة في الموضوع إن اللعب كان فار بيقول إن هوا زي ما المباريات كانت خلال البطولة كلها كانت فار وكويسة وشايقة يتمنى إن الفاينال يبقى برضو بنفس التشويق ويبقى فار وبيقول إن كله كان كويس من البداية ويتمنى إن نهاية تبقى بنفس الفار ويبقى بنفس التشويق ويبقى بنفس التشويق ويبقى بنفس الفار اليوم جميل ونشوف مباراة نهية أعتقد ما بين ماليزيا هتلعب مصر وماليزيا أعتقد إن شاء الله نشوف مباراة جيدة ويبقى مصر بقى تفوز وناخد كاس سفراء يعني كنا نولاد النادي الأهلي أي يعني إحنا دايما بيشرف نكون دايما متواجدين في النادي الأهلي بطولة زي داية فيها سفراء كتير جدا يعني كان كلية لقاء مع السفر الألماني أنا وياسر وردوان ومحمد أمارا يعني بنتكلم طبعا عن فاترتنا اللي قد نوع في ألمانيا وزي ما بقول لك دايما متشرفين النادي الأهلي بيعمل حاجة جديدة حاجة مميزة وإن شاء الله بالتوفيق دايما لمنظم البطولة سعيد جدا جدا يعني وأخويا المهندس خالي بنتاج من مبسك العام البطولة حاجة ممتازة جدا جدا 24 هيئة دولماسية النهاردة مكان اختيار رائع للفرع الجديد لشيخ زادة رسالة جميلة جدا بشكر طبعا السفير واصل رشام واصل على الدعوة والنادي الأهلي على الدعوة وإحنا كربطة الحقيقة من دون المشاريع اللي احنا بنطلقها تفاعل مع منظم البطولة مش بس مع البعثات الدموميوسية والبعثات الجاليات والمبعثين احنا نعمل إن شاء الله شغل مهم جدا بالتنسيق مع تعالى الكورة المرحلة جاءت شفوا إن شاء الله من خلال ربطة بإذن الله قدمنا للمهندس خالد الرئيس المناصق العام للبطولة درع وقدمنا لس كمان كالاستفرين الألماني درع الرابطة أول درعين يتقدموا رابطة رابطة بقالا شهرين يعني أقل من شهرين من 12-13 عام شهر ونص فبنحاول إن إحنا نتواجد في كافة الفنتات اللي موجودا لإن كورتر قدم الحقيقة وصلنا لكاس العالم فرصة ذهبية اللي حصل في كاس العالم اللي حصل في تعلق غير مسبوء للأسطورة كامت محمد صراحب مانا يحفظه ويحميه لازم يكون على أهل هذا الحدث ونستغل مستغل الأمسل سواء في السياحة الرياضية سواء في تطوير المنظومة الرياضية في تطوير التفاعل مع كل الأحداث الرياضية خدمة بلدنا وتطوير الرياضة المستغلية ده أصبح أمن مطلب مهم جدا ومؤثر في الفترة جيدة إن شاء الله هذه الفرصة لأن منتخب ماليزيا هذه هي أول مرة نحن دخلنا في المباراة الدبلوماسية فنحن نشكر ونحن نشعر بالفرحان نشعر بالسعادة فنحن نعرف كثير طبعا من دول آخر من برازيل من مصر ومن أرجنتين وحتى الآن نحن نشكر على هذه اللقاءة أعني بقول الحمد لله هذه المباراة هي فرصة لنحن نتعرف مع بعض نشكر على هذه اللقاءة أعني بقول هذه هي فرصة كبيرة وأول مرة بألعب مع المباراة مع كل جنة ستمة التي تطوير 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 في الفريق موجود ديبلوماسي ومن طلاب يعني ثلاثة يخص من ثلاثة طلاب يعني ممكن من خرج من ليس من ديبلوماسيين ولكن نحن خسيرنا من فريق ماليزيا يعني خسيرنا من ستة سفر ولكن يلعب ألن يعني فريقنا جيد مع فريق روسيا وأتكلم أنا أول مرة أتي اليوم يعني كان أمس وكل أسبوع يعني يوم السابت والقمعة يكون الملعب يلعب هنا يلعب الناس هنا تنظيم جيد والملعب والمعلق عربي برضو كويز والهواء اليوم برضو الجميل حلوة هذا يعمل هذا البطولات السفارة الجرمانية جرمانية وكل فريق 24 فريق من كل دول يأخذ من كل دول 24 فرق هذا عشان كل دول يعرف بعضهم بعضا يعني هذا أعرف مثلا أنا لا كنتش عارف قبل هذا دول وأكلم بعض هذا لعب أعرف يعني كان يتحمل مشاكل كثير كان لعبنا أمس بس كان فريق ثاني هم يعني أضافة أربعة من الخارج لابد كان سلاسة بس هم خسروا في ذلك ونحن خرجنا إلى سمي فنال هذا وبسبب نلعب الآن اشتركوا في القناة